العديد من الدراسات ربطت الصيام بتقليل مستوى خطر الإصابة بأمراض القلب الكوليسترول بالإضافة لمشاكل السكر وعشان هيك صار فيه عندنا أنظمة اللي تسمى الصيام المتقطع بشكل عام تعرفي غادة عن جد العديد من الأشخاص لازم يستغلوا شهر رمضان الفضيل لحتى ناخد الماكسيمم بنفت أكثر فوائد غذائية بقدر أحصل عليها وأستفيد منها خلال هذا الشهر الفضيل وعادة بتعود الأسباب الرئيسية بسبب الانقطاع المتواصل عن الأطعمة العديد من الدراسات بتحكي عن مدى فائدة انقطاع الطعام لفترات طويلة ولساعات طويلة والسبب الرئيسي بعود لتحويل مصادر السعرات الحرارية بالجسم من أنها تكون من النشويات إلى أنها تكون من الدهون عمليات بسيطة بتحصل أو تغييرات بسيطة بتحصل بأغذيتنا بتأدي إلى تغييرات أساسية بتحصل عندي بالجسم اللي بيصير عندي خلال ساعات الصيام شيء شوي معقد ولكن بيورجي قديش الجسم عنده القدرة على أنه يتأقلم مع شو مكان البيئة والمحيط اللي فيه خلال أول ساعات الصيام اللي بيصير عنا أنه أنا بيكون عندي سكر موجود بالدم على شكل غلوكوز فأنا بيصير بيستخدمه كمصدر للطاقة بعد ما يمضى ساعتين ثلاث ساعات بيصير الجسم يتكل على السكر المخزن بالكبد على شكل غلايكوجين فنحن بنصير بنكسر الغلايكوجين وبنستخرج منه لغلوكوز لحتى نستخدمه كمصدر للطاقة بيمر الوقت أكثر وبنقرب على ساعات الإفطار هون بنكون استنزفنا مخزون الغلايكوجين بالكبد فبصير الجسم يكسر الدهون ليستخرج منها طاقة عملية تكسير الدهون لاستخراج الطاقة عادة بتطلب مجهود بدني كتير كبير من الجسم وبتطلب أنه الشخص يكون ويصير يبذل طاقة أو بيصير يصرف طاقة بنسبة عالية فاللي بيصير عندي بدل ما الجسم بسهولة ياخد سكر من الدم أو بشوي بطريقة أصعب يصير لا يكسر لغلايكوجين بالكبد لحتى يستخرج منه سكر هون بيصير الجسم عم بيفوت بعملية جديدة نحن عم ننتج خلايا أو عم ننتج موليكولز جلوكوز من مصادر غير نشوية فأنا بسير بكسر الدهون بستخرج من الدهون الفاتي أسد بحول هاي الأحماض الدهنية أو الفاتي أسد إلى جلوكوز بعملية معقدة جدا هذا الإشي بيطلب مجهود بدني كبير بياخد سعرات حرارية عالية ولكن بيعود بالفائدة على الجسم بشكل كتير كبير العديد من الدراسات ربطت الصيام بتقليل مستوى خطر الإصابة بأمراض القلب الكوليسترول بالإضافة لمشاكل السكر وعشان هيك صار في عنا أنظمة اللي تسمى الصيام المتقطع واللي هي تشبه الصيام بشهر رمضان نمتنع عن الأكل لمدة 16 ساعة ومنركز على الأكل بهدول التمن ساعات شريطة طبعا أنه الكواليتي تبعت هاي الأغذية تكون ذات قيمة غذائية عالية نعم إذن إحنا عم نحرق يعني إحنا وصلنا لمرحلة من خلال الصيام أنه الجسم رح يأخذ من الدهون المخزنة بزدف ويصرفها طاقة صحيح ولكن هون بيجي دور الرياضة مظبوط شو الرياضة اللي مناسبة يعني أوكي بشكل عام رندا الأشخاص لازم نتركز على الرياضة وخاصة خلال ساعات ما قبل الإفطار وهو بعود للسبب اللي إحنا هلأ حكينا واللي هو أنا قبل الإفطار بكون عم بستخرج الطاقة من الدهون عادة هاي الدهون نحنا بسميها الدهون العنيدة الدهون الصعبة واللي إحنا عن جد عنا فرصة رائعة خلال الشهر الفضيل إنه نحنا نتخلص منها وخاصة إذا مارسنا الرياضة قبل الإفطار مباشرة بيكون عندي قبل الإفطار نسب السكر بالدم بتكون أقل مخزون الجليكوجين بيكون انتهى مصدر الطاقة بيكون الكتلة الدهنية فإذا أنا مارست الرياضة خلال الساعة أو الساعتين ما قبل الإفطار أنا عندي هاي الساعة اللي نحنا بنسميها الجولدن أور أو ساعة الذهبية اللي عن جد بقدر أستفيد منها بحرق الدهون تخفيض مستويات الدهون المشبع الموجودة عندي بالجسم الساتشوريتد فاتس بالإضافة أني أنا أخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة جدا عند العديد من الأشخاص ومن أهمها الكوليسترول السيء بنرفع الكوليسترول الجيد ومنساعد على تخفيض الدهون الثلاثية أو الترايغلاسرايدز اللي عندي بالجسم شنو على الرياضة؟ يعني بحس أن الواحد بنهاية النهار ببطل في طاقة صح شنو على الرياضة؟ طرفي رندا الرياضة مش بالضرورة أنه أنا عن جد أروح على الجيم أو أروح على نادي أصلا ما في نوادي رياضية فالبديل أنه إحنا لو طلعنا نمشي لمدة ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة دائما إحنا بنحكي فوق النصف ساعة عشان نحرك الجسم أكثر ونعطيه حرق بالدهون بنسب جيدة فإذا أنا بمارس المشي قبل ساعات الإفطار بساعة إلى ساعتين نصف ساعة إلى 45 دقيقة ممكن أكمل الساعة هون أنا عم بكون عم بنزل مستويات الدهون عم بخلص من الكوليسترول الموجود عندي بالجسم البلد لبد بروفايل اللي حيختلف بطريقة فظيعة مع بعض شهر رمضان اللي هو شو بالزبط؟ اللي هو مستويات الكوليسترول الدهون الثلاثية بالإضافة للكوليسترول الجيد والكوليسترول السيء فإحنا بنعمل فحص شامل للليبد أو الدهون الموجودة عندي بالدم لحتى نقدر نقيم الحالة الصحية تباعة الشخص من ناحية أمراض القلب والكارديو فاسكيلر ديزيزز فهون أنا إذا ركزت على هاي الرياضة ساعة فقط نطلع نمشي أو ممكن في فيديوهات موجودة على اليوتيوب ووك أت هوم بس بنمشي وإحنا في البيت ممكن إذا أنا عندي ابن صغير أو بنت صغيرة ممكن أحطه بالعرباء وأطلع أمشي حولين البيت هون أنا عم بستفيد عم بحرق دهون عالية وبنفس الوقت عم بستفيد بالحفاظ على الكتلة العضلية طمعا إحنا بدأ ننوه رند أنه إحنا أيضا رح نفتح باب الاتصالات لكل الأشخاص اللي حبين أنهم يتواصلوا معاك ويعرفوا بعض النصائح بما يخص التمرين الرياضية وفائدتها على الجسم خلال شهر رمضان طيب رند قديش مهم الواحد يعني يكون هذا النظام نظام كامل صح بحيث إنه مش بس أنا أعمل رياضة وبعدين أكل شو ما بدي أو بس مش بأعمل رياضة وبعدين على الإفطار أقول معلش أنا اليوم هاد الطبخة جاي عبالي صح أو مهيني أنا عم بمشي شوي أكتر فبروح فكيف ممكن نكمل هذا الأمر مع التمرين الرياضي تمام شوفي غادة هي الفكرة من الصيام أنه إحنا نخفف من نسب أو كميات الأطعم اللي إحنا منتناولها بس بنصدم لما بسمع في بعض من الأشخاص بصير في عندهم زيادة كتير كبيرة بالوزن خلال شهر رمضان أو بقول لك صار عندهم مشاكل بالتخمة خلال شهر رمضان أو في أشخاص بتتسحر الإفطار خلال شهر رمضان يعني عن جد دائما المودوريشن إزدكي يعني دائما أنا بحكي عشان أنا أقدر أكون صحي وعايش بحياة طبيعية مش كتير متعقد من الأكل ونفس الوقت مش كتير عاطي حالي المجال بدي يكون في عندي اعتدال بكميات الأكل بالنوعيات اللي أنا عم بتناولها الأهم من كل هيك إنه نحن عن جد ننتبه لشغلة أساسية العديد من الأشخاص بقول لك أنا ما بتصحر خلال شهر رمضان ما بحب لصحور اللي بصير عندنا بساعات الصيام الطويلة الجسم ببطل يحرق دهن بصير بحول إلى حرق البروتين كمصدر للطاقة والسبب بعود إنه اللي بصير عندي أنا بعد ما أنا أصوم لتقريباً 8 إلى 10 ساعات إذا أنا ما مارست الرياضة وما حفزت الجسم إنه يحرق دهن أكتر ويحافظ على الكتلة العضلية الجسم بفوت بحالة من الجوع المفرط خلال الجسم بحافظ على الدهون بخاف يحرق الدهن وبصير يحرق الكتلة العضلية ويكسر الكتلة العضلية كمصدر سريع للطاقة وهون بصير في عندي إحنا إمرجنسي مود أو أنا عندي حالة طوارئ بالجسم فبتصير عندي هاي الحالة إنه أنا بكسر بس البروتين بكسر العضل بحافظ على الدهون خوفاً من الجوع المفرط اللي ممكن يحصل على الشخص لتفادي هاي المشاكل يفضل مثل ما حكينا الرياضة تكون ساعة إلى ساعتين ما قبل الإفطار مباشرة على وجبة الإفطار أخذ إشي فيه حليب فيه لبن فيه بروتين بالضبط لحتى أنا أقدر أحافظ على الكتلة العضلية خلال الرياضة أنا بكسر العضلة ولكن الغذاء والتغذية الصحيحة ما بعد ممارسة الرياضة هي اللي بتحافظ عليها الصحور يعتبر أساسي لحتى أنا ما يصير في عندي ستارفيشن وما يصير في عندي جوع مفرط اللي يؤدي إلى حرق البروتين فعشان نستفيد من الشهر الفضيل بالطريقة الصحيحة في أسس عن جد لازم نعملها مثل الرياضة الحركة ناكل ثلث للهواء وثلث للماء وثلث للشراب بالإضافة أنه نحنا نلتزم بالرياضة المسائية أو حتى أنه نحنا ناخد الصحور لحتى نحد من تكسر البروتين لما منقول للرياضة المسائية يعني لازم كل يوم ولا هل ممكن يعني قديموا من إذا نلتزم فيها داما داندا أنا بحكي لو من خمسة من أربع إلى خمس مرات بالأسبوع يعتبر رائع بس إحنا هلأ الوضع عن جد مساعد الأشخاص أنه يكون عندهم وقت كتير يعني الحجر أورادي عنا بكير بيبلش وشهر رمضان ما عنا كتير اكتفيتيز وبنفس الوقت الساعات النهار كتير طويلة بعن جد خلينا نستغل إنه لو بكل يوم طلعنا مش غلط تمام إحنا رح نفتح الاتصالات إذن خلينا نشوف أرقام الهاتف على الشاشة لكل المشاهدين والمتابعين اللي حبين إنهم يستفسروا عن أي معلومة بما يخص موضوعنا اليوم مع رند الديسي يحكوا معنا على هذه الأرقام رند تعرفي شغلة كتير مهمة وأحيانا بحس إنه إحنا بناخد الجزئية اللي بدنا اللي بتنفعنا أو اللي بتناسبنا ومننسى الباقي يعني إنتي حم تحكي عن الدهون إحنا كتير في أشخاص اليوم وبعد سن معين بيصير لازم يفحصوا دهونهم صح هنما عم بعملوا هذا الحكي فهل هناك مثلا بعض النصائح بتقولي لها لأشخاص إنهم قبل رمضان ممكن يعملوا فحص ممكن يروح عند أخصائية تغذية يفرجوها إيش عندهم دهون لحتى كمان توجههم أكتر كيف ممكن يخسروا دهون ما يخسروا الكتلة العضلية أوكي بشكل عام غادة في كتير دراسات جديدة عم تحكي عن الكوليسترول ومشاكل القلب اللي ممكن تحصل عند الأشخاص في مبارح دراسة كتير حلوة كنا عم نقرأها اللي هي بتحكي عن قابلية البرو والبريبيوتكس اللي هي البكتيريا النافعة والأغذية التي تساعد على نمو هاي البكتيريا النافعة بالقولون والأمعاء الغليظة بقدرتها على التأثير على خطر الإصابة بالكوليسترول أو مشاكل القلب وبعود هذا السبب بحكي لنا إذا نحن منغذي أجسامنا بالطريقة الصحيحة وبنبتعد عن البروتين بينسبة كتير كبيرة وبنبتعد عن الدهون المشبعة البكتيريا بتصير تفرز مواد أقل من مادة سامة تسمى TMAO هذا TMAO بيساعد على التكدس البلاك اللي موجود عندي بالشرايين أو بالبلاد فسلز عند الأشخاص فشهر رمضان هي فرصة ذهبية لحتى نحن ننزل مستويات الكوليسترول عشان نقدر نعرف أنا قديش قدرت أستفيد بهذا الشهر الفضيل فبنصح الجميع أنه نحن نعمل بلاد لبت بروفايل أقدر أشوف الكوليسترول الشامل بالإضافة للكوليسترول الجيد السيء الدهون الثلاثية المرتبطة بشكل رئيسي مع الغذاء بنزل نسبة الدهون اللي باكلها تنزل مستويات الكوليسترول وخاصة الكوليسترول الثلاثي بالإضافة لشغلة أساسية بس نقطة مهمة أنه بنقدر نشوف الفرق بالكوليسترول بالدم بخلال أربع أسابيع فبس تغيير أكلي لأربع أسابيع شهر رمضان رح أشوف فرق أساسي إذن خلينا ناخد اتصالات معنا على الخط ويداد صباح الخير يا ويداد صباح الخير يعطيكم العافية الله يساعدك أهلين بالعام وأنتم الخير وأنتي بالفخير كيف الجو عندكم بالعجبة والله شوبة شوبة طيب ويداد هاي رند معاك تفضلي كيفك رند يعطيك ألف عافية أهلا ميداد أهلا كيف بدأ أساعدك تفضلي أهلا أنا بدي أسأل أنا عندي جهاز ماشي بالبيت فلو بدي أمش عليه قبل الفطور يعني كيف يعني بدي وقته على أي سرعة أوكي تمام هلأ شوفي بالنسبة لأجهزة المشيهية فكرة رائعة لحتى نحنا نزيد من الرياضة وخاصة إنه للأمهات يمكن صعب إنها تطلع قبل الإفطار بيكون عندها أولاد أتسترى ففكرة حلوة إنه نحنا نطلع نمشي على الجهاز شريطة شغلة واحدة أنا دائما بنصح الأشخاص اللي بتستخدم التردمل أو جهاز المشي بالبيت إنه نحنا ما نخليه مستقيم نعمله شوي إنكليند نرفع شوي السلوب أو المنحنة تبع الجهاز وهذا الشي بعود إنه نحنا بنحافظ على الركب بطريقة أفضل عادة جاذبية الأرض هي دائما أفضل للكوشنينج أو نحنا قديش بنقدر نرتكز على المفاصل بالجسم والأجهزة بتقلل شوي قدرة الجاذبية على تحمل وزن الجسم فبنحط ضغط أكبر على المفاصل فالأفضل إذا نحنا بناخد هاي الأجهزة اللي نعمل فيها رياضة ثلاث إلى أربع أيام بالأسبوع تكون على أجهزة الرياضة البقية تكون بالعادي على المشي العادي حولين المنزل أو بالمنزل بالإضافة إنه نحنا إذا بتحبي تمشي على الجهاز يكون تقريبا درجة أو درجتين منحنة منحنة بالضبط لحتى نحنا نقدر نستفيد وما نحط ضغط على الركب وأخيرا 30 إلى 45 دقيقة أقل السرعة بيعتمد على كل جهاز وفي أربعة عند بعض من الأجهزة بيكون ركد وممكن يكون كثير بطيئ بس أنت ما بدك ركد فهو يكون ماشي سليم فأنا عم ببذل مجهود بدني بس ما عم بركد ممتاز خلينا ناخد إذن اتصالين بداية مع أمل صباح الخير أمل صباح الخير أهلا 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 تفضلي شو أخباركم؟ تمام تفضلي يا أمل هلا أنا بدي أحكي عول شي مع رمز وبي أسألها السؤال هلا أنا مرضعة تمام وزني كتير ذات ببطت رضاعة كتير كتير طبعا يعني وصلت لمنية والتستة فهلا أنا بدي أستغل حب أستغل لمضان من نفس الوقات إنه أظنني مرضعة حافظة رضاعة هلا شو أعمل شو أسوي كيف رح يكون نظام الأكل عندي يعني كتير كتير أنا محتارة يعني وزني كعني من السبعين للمية وشوي فيعني طفرة مش طبيعية في الوزن فكيف أنا بدي أحافظ أو يعني أوفق ذان الصيام ورضاعة وشو الأكلات المفيدة بتحافظنا لأرضع ابني وبنفس الوقت ما نزيد وزني كتير تمام تكرمي معنا إسلام كمان على الهاتف صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا تفضلي وكنت كمان ستتراند تفضلي إسلام عم بس معك أنا كالسؤالي أريد من سؤال ستت أمل برضو أنا كمان برضو مرضعة وعلى وجه فطام يعني بدي أفطم البابي في رمضان فرح يفرق معايا السعرات الحرارية وهيك فكام بتعطيني هيك جدول أو نظام حلو يعني حتى أعتمده تمام تكرم عيونك شكرا لاتصالاتكم هيرند رح تجاوب على أسئلة للمرضعات هلأ بالنسبة لموضوع عمل واللي هو زيادة الوزن المفرطة خلال فترة الرضاعة ففي بعض من الأشخاص عن جد بعانوا من زيادة الوزن خلال فترة الرضاعة بدل من خسارة الوزن اللي هو متعارف عليه مثل ما بيحكوا كل جلسة رضاعة بتحرق 500 سعر حرارية وإلى ما ذلك عن جد فيه أشخاص بتسعاني من زيادة الوزن والسبب يعود لهو ارتفاع مستويات هرمون الحليب بالجسم واللي هو البرولاكتن البرولاكتن اللي بيعملوا بالجسم إنه هو بيحفز الجسم على إنه يحافظ على الدهون أكتر فأنا كل ما عندي برولاكتن أكتر كل ما جسمي بيتمسك بالأكل أكتر بيتمسك بالدهون أكتر لحتى يحافظ عليه ويكون الحليب مدهن أكتر إنه نحنا لازم نعرفه ست أمل وست إسلام إنه نحنا عن جد كميات الحليب اللي الأم تقدر تعطيها للطفل تعتمد على السوائل اللي نحن بنشربها أكتر من ما هي بتعتمد على الغذاء ولكن دسامة الحليب اللي بينعطى للطفل بيعتمد على جودة الأطعمة بدل من ما أنه بيعتمد على بس السوائل فإذا أنا بدي أحكي عن كوانتيتي بدي أحكي عن كمية حليب فإذا كل ما شربتي سوائل أكتر كل ما رح تعطي حليب أكتر ولكن شريطة أنه نحن ننسبه لشغلة أساسية بما أنه ساعات الصيام طويلة جدا فأنا بدي أعود كل السوائل اللي أنا ما شربتها خلال النهار خلال المساء شريطة أنه ما أتعدى كوبين كل نصف ساعة لحتى ما أحط ضغط كبير على الكيلة وأقدر أني أستفيد من السوائل اللي عم بأخذها معلش أنا أحكي كمان شغلة قدي مهم رند يعني قليلنا قدي مهم كمان أنه بهذا الوقت اللي عم بحاولوا ينقصوا فيه وزن خلال شهر رمضان الفضيل أنه يبعدوا عن بالبيت المشروبات العالية بالسكر يبعدوا الشيبس يبعدوا الشوكولاتة المقلة طعمية المشروبات الغازية المقلة طعمية يعني هذي عم تاخد من وقتهم وعم تاخد من صحتهم ومن السعرات الحرارية اللي نحن عم نتناولها هاي بتسمى بكالوريك دنس فودز واللي هي الإغذية المليئة بالسعرات الحرارية ولكن هي خالية من ناحية التغذية ففيه شغلة أساسية لازم نحن نركز عليها اللي هو كمية السوائل تعتمد على كمية أو قدرة الأم على إدرار وإنتاجية الحليب اللي بتعطيه للطفل ولكن ضروري جدا أنه نحن الغذاء يكون مكمل التركيز على النشويات ذات قيمة غذائية عالية مثل الفريكة، البرغل، الشوفان كتير بيساعد بزيادة إدرار الحليب وعشان ما يقل كمية الحليب اللي أم عم تدرها فيه عندي عن جد أعشاب بتاعد بشكل كتير كبير بدل ما ناخدها على شكل حلويات بدل ما أنا أاخد حلاوة الحلبة أو الأشياء اللي كتير دسمة لا بقدر ألجأ لها بشكلها الطبيعي السمسم، الطحينية، العسل بالإضافة للحلبة على شكل مشروبات بتساعد بشكل كتير كبير